نوع من المش بس الدمج نوع من التوحل في موقف السياسي الرسمي للإفنان وبالموقف الموقف لا يمكن لأن الإسرائيليين دي مرحب وقف لقنار من جانب واحد سوف يراهنوا على ما يمكن أن يعكسه هذا المقرار من سلبيات داخل الجبهة اللبنانية الداخلية بس لحد هلأ السقف الموقف اللبناني وموقف المقامل واضح هو ثلاث لآت يعني لا موافقة على أي اتفاق لا يراعي السيادة الوطنية أو السيادة اللبنانية يعني أي اتفاق بده يمس بالسيادة اللبنانية هو مرفوض يعني من كل الأطراف اللبنانية وليس من طرف واحد دون آخر من اللقات التلاتي واللقات التانية هي لا موافقة على أي اتفاق لا يضمن وقف العدوان على اللبنان وليس فقط وقف اللبنان هناك بصطلحان وفي وقف العدوان وبصطلح تاني هو وقف اللبنان اللبنان يريد وقف العدوان نحن قدام غارة جديدة يبدو هيك يبدو غارة جديدة وعنيفة لا لا هذي آآ صوت آآ فيان بأكد بس من الصورة غارتين لا لا ما في غارة جديدة يبدو هناك مشكلة في الصوت وهذا غارة صوت غارة صوتية من معدات الجديدة فاللقات التانية هي لا موافقة على أي اتفاق لا يضمن وقف اطلاق النار وليس فقط وقف النار وبالتالي في عقدة وقف الأعمال الأدائية وقف الأعمال الأدائية هو الذي أسس مع طول الوقت لما يحدث الأمن وقف الأعمال الأدائية كان يجب أن يتحول بعد شهر واحد إلى وقف اطلاق نار كان يجب على مجلس الأمن أن يعقد اجتماعا ويحوله إلى وقف النار مش بس الأطراف المتنازعة لم تنفذ ألف سبعمائة واحد المجلس الأمن أيضا لم ينفذ ألف سبعمائة واحد ما يحدث الآن هو مسؤولية دولية وليس فقط مسؤولية لبنانية أو مسؤولية إلى علاقة بتطور الصراع على جانبي الحدود اللاقة الثالثة هي لا زيادة ولا حرف على الألف وسبعمائة واحد وهذه اللاقات الثلاثة حكي عنه أن الرئيس نبيه بري ولو بشكل غير متفرق ولكن إذا تجمع مضمون التصريحات السياسية خلال الفترة الأخيرة بتحس أنه يتضمنوا ثلاث ملاقات وهي تمثل كل الشعب اللبناني على معافة اللي عم تقوله أستاذ ناصر يعني بحيلني لجزء من الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح عمل القمة العربية الإسلامية بقول فيها بأن الفرصة متاحة اليوم لنعيد الكيان والجميع إلى كنف الدولة وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور وأمل أن نشتاث هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن وننتوصل إلى وقف لإطلاق النار وننفذ القرارات الدولية والأساس وهو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب ولا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية إذا بدك إذا ما ننتج نحو السيناريو اللي عم تحكي عنه اللي هو وقف إطلاق نار من جانب واحد بيصير مفهوم أكتر هذه الجزئية من الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذا بدك تواجه مناورة وقف إطلاق النار من جانب واحد بدك تطرح هذه البنية المتكاملة للحل اللبناني لكن ما عاش فيك أنت كموقف لبناني يولو من باب المناورة عم بيحكي تروح لمواقف جزئية آخر شيء الأسرائيلي يريد اقتناص أي بياء أي بنية جزئية بيشوفها بخطابك حتى يسوق داخل المجتمع الدولي أنك أنت غير جاهز بالتفاوض بنا ننتبه لهذه النقطة السلاح الأسئل أن هناك في يد نتنياهو كما يعتقد هو وأنا دائما أنقل عن مراكز الدراسات وشو بيحكوهني هناك عدة أسلحة أول سلاح منهم أن لبنان غير جاهز للتفاوض قانونيا وبالتالي انتخاب رئيس الجمهورية قد يكون مفيد ضمن هذا الإيجابي على التحدي الذي يترحه نتنياهو تاني شغلي أن لبنان لا يملك خط رؤية متكاملة لبنان يريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بعد 2006 ويجب أن يبدي لبنان بشكل واضح أن لديه رؤية متكاملة للاستقرار في جنوب لبنان بعد انتهاء هذه الحرب فهذا لم يكن هناك إمكانية للبنان أن يجوزهم وبالتالي السلاح الوحيد والقوية لدى لبنان هو الجيش اللبناني ما لدينا حتى النفذة 1901 من أوراق قوة؟ نحن شغلي واحد بس هو الجيش اللبناني ترجمة نانسي قنقر شكرا